بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني المشاهدين الكرام أخواتي المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات وتقبل الله الطاعات وكل عام وأنتم والأمة والأقصى والدين بخير إن شاء الله تعالى أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا دائما نسأل الله أن يصلح لنا الدنيا بالدين وأن يصلح لنا الدنيا والآخرة وأن يجعل همتنا كلها للدين والنهضة بالمسلمين اللهم أمين أعزائي إخواني أخواتي حياكم الله دائما وأبدا حديث إليكم في هذه الحلقة حديث الروح إلى الروح إن شاء الله والقلب إلى القلب والعقل إلى العقل سائلناه تعالى التوفيق والتسديد والقبول والإخلاص في كل كلمة إخواني أعزائي سأتكلم في هذه الحلقة في هذا اللقاء في نقطتين عرفة والحج في هاتين الكلمتين يدور الحديث ومن حولهما ندند كما يقال نترك هموم الدنيا وهموم السياسة والأمواج التي تضرب سفينة العالم العربي وتلطن وجوه الناس في العالم العربي نترك هذا الهم إلى حين ونتفرغ الآن لنفحة من نفحات عرفة وحكمة من حكم الحج نقف عندها من الله التوفيق ومنه العون والمدد والتسديد ونبدأ على بركة الله أولا أقول فجر يوم عرفة خير فجر إن شقت عنه الظلم بل إن بعض المفسرين قال والفجر يعني به مولانا فجر يوم عرفة طبعا أنا أرى أنه الفجر مطلق والفجر عام ويدخل فيه دخولا أوليا فجر يوم عرفة ثم فجر يوم النحر والفجر مطلقا بس هذا ليدلك على عظمة يوم عرفة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب عامين عام سابق وعام لاحق أو سنة سابقة وسنة لاحقة هذا يدل على عظيم شأنه عند الله هذا اليوم وعظيم الأجر الذي جعله الله لصوم هذا اليوم لعظمة اليوم ولعظمة الأجر الذي ادخره الله تعالى للعابدين والصائمين والقانتين والدعين في هذا اليوم إذن أعظم يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة أعظم فجر انشقت عنه الظلمة فجر عرفة صيام يوم عرفة مثل ما قال الحبيب يكفر سنتين أعزتنا أحبتنا إخواننا معاني عظيمة في عرفة أولا التوحيد توحيد الإله العظيم كنا في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وانتقلنا إلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله التكبيرات إذن انتقلنا من تلبية إلى تكبير هذا يلهج به اللسان طيلة الوقت ليعمق العبودية ليعمق التوحيد في القلب الدين كله عموده التوحيد والناس كلها بتقول هذه الكلمة مع تفاوت في الفهم مع تفاوت في الرؤية مع تفاوت في التطبيق لكن نسأل الله التوفيق لنا ولهم وللجميع التوحيد بهذا الذكر يتعمق في قلبك روح التوحيد فكرة التوحيد إنه ما في أعظم من الله الله أكبر الله أكبر وأتذكر 82 دخل الصهيلة المجرمون بيروت قبل العيد بأيام فثاني يوم أو ثالث يوم من دخولهم كان يوم العيد ما توقف الناس طبعا عن صلاة العيد وعن التكبير بل خرجوا إلى مصلياتهم يكبرون النفوس مكلومة لكن التكبير يجبرها النفوس مكسورة مهزوزة لكن التوحيد والتكبير يعدل انكسارها بإذن الله تعالى إخواني هذا الدين جابر العثرات هذا الدين مقيل الضعف هذا الدين معالج لكل الانكسارات والهزائم وسائر السلبيات مزيل الأشواك من طريق الأمة إذن معنى التوحيد الرحلة كلها لطاعة لله عز وجل وهجرة إلى الله أيضا معنى آخر هو مطالب الدين أنا أرخصه في كلمتين التوحيد والتوحيد توحيد الإله وتوحيد الأمة تكلمنا قليلا عن توحيد الإله سبحانه نتكلم عن توحيد الأمة أولا النداء واحد الله أكبر الله أكبر الهتاف واحد الزي واحد كله بهالشرشفين البيض لا محيط ولا مخيط ولا أزياء يعرف هذا ماليزي أندونيسي هذا أفريقي بزيه الملون لا كله بالفوطين البيض كأنما يذكرك بأكفال الموتى يعني كأنه يوم عرفة كانها بروفا للآخرة يعني كأنه الناس عم تتدرب بالبعث والنشور إذن عرفة تذكرنا بالبعث والنشور والناس على صعيد واحد في هذا الزحام الشديد كأنك في ساحة الآخرة إذن وحدت الأمة بفئاتها بقومياتها بأجناسها ببلدانها بلغاتها بألوانها بثقافاتها عالم كل محتشد من كل قطر من كل فج عميق كما قال مولانا بهذا التعبير الدقيق من كل فج عميق ما قال بعيد لأنه بعيد مش مناسب البيت قريب والحج من القلب قريب إذن من كل فج عميق كأنما دخل في الأعماق مش في البعد والمسافات راحت المسافات وذابت الفروقات والآن الأمة كلها توحدت على صعيد عرفات فيارب لك الحمد يا رب الأرض والسماوات التعرض لنفحات الله في عرفات ما في يوم تجليات الرحمن ورحماته وبركاته ونفحاته المتنزل على الخلق ما في يوم يعدل يوم عرفة هذا يوم استثنائه في عمر الزمان في عمر الإنسان هذا يوم استثنائه في الفضل في البركات في العطاء في الجود في السخاء في المغفرة مغفرة واسعة جدا تتنزل على العباد في يوم عرفات إذن التعرض لهذه النفحات فيوم عرفة للحجيج نعم ولمن يشاطرونهم ويشاركونهم المشاعر والتطلعات والدعاء إلى الله والضراعة إلى المولى العظيم إذن كلهم مولانا يقول لهم في آخر النهار إن شاء الله قد غفرت لكم هم لأنهم يلبون ويكبرون ويقفون على عرفات ونحن بالقلوب لأن لم نكن بالأجسام والأبدان معهم فإننا بالأرواح والقلوب والأشواق والوجدانات والتطلعات والرؤى والفكر نحن معهم طيلة الوقت نحن معهم بالأرواح لأغلما من الأجساد وأعظم وأهم من الأجساد نحن معهم فإن شاء الله نكون معهم في أن يقال لنا اذهبوا قد غفرت لكم يا مولانا استجب وتقبل إذن التعرض لنفحات الله صوموا يوم عرفة لغير الحجيج لأن الحجاج مشغولون بالدعاء والتنقل مما أقول أنطلب منه الصوم منهك يعني إلى حد ما لكن القاعدون مثل حالاتنا في بيوتهم أو في مدنهم هذا يعني يسن له أن يصوم ويندب له أن يصوم ويعني إذا مبتغي الأجر يعني يطلب أن هو يعني يرجو أن يوفق لأن يصوم حتى لا يحرم هذا الأجر بل يكون له عند الله تعالى ادخار يدخله الجنة بمحو سيئاته ورفع درجاته يدخله إن شاء الله مولانا بصوم هذا اليوم وهو عمل بسيط يسير لكن الأجر كبير ليس الأجر على قدر الجهد لا الأجر على قدر كرم المولى ليس على قدر جهدك لو على قدر جهدك يعني من فضل الله نهار قصير والجو طراوة ومقبول جدا يعني جهد محدود ميسور لكن الأجر غير محدود إطلاقا ولا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى الدعاء في عرفة يسن للحجاج ويسن لمن يشاطرونهم بالمشاعر والأرواح والنفوس أن يجتهدوا في الدعاء فاجتهدوا أحبتنا إخواننا في الدعاء ربما تعرض الحلقة بعد أن يكون انتهى لكن على كل حال يعني قبل بعد نجتهد في الدعاء إن كان قبل والحجيج ما زالوا على عرفة أو بعد أن أن ينزل من عرفة الاجتهاد في الدعاء لأنفسنا بالمغفرة بدخول الجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في مقعد صدق إن شاء الله عند مليك مقتدر أن يحشرنا مولانا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق نجتهد من خير الدنيا والآخرة في الدعاء ونجتهد في الدعاء لأمتنا أن يكشف كربتها وغمتها ونكبتها وأن يقيل عثرتها أمتنا الآن تحتاج مننا إلى جهد واجتهاد تكاثرت عليها وتكالبت الأعداء في الداخل والخارج والمؤامرات من كل فج وصقع المؤامرات كالمطر ناجد على رؤوسنا لكن صامدون صابرون ثابتون مطمئنون إلى الله وإلى أقدار الله يدبر الأمر إخواني لن نفقد اليقين لا والله بالعكس ولن نزداد إلا ثقة بالله وثقة بهذا الدين آباد ونأبوهم على شون كل أعداء الأمة وأعداء الدين إذن عرف تجديد الروح عرف تجديد النفس والهمة والعقل والقلب والكيان كله يا أحبتنا أسوال الله تعالى أن يعود الحجيج دروح جديدة ونفس جديدة وعزمات جديدة وهمم جديدة أمتنا محتاجة إلى همم أن لها تحيي الأمم والرمم إن شاء الله الآن وضعنا يحتاج إلى همم عالية حتى ننهض من عثرتنا من كبوتنا من نكستنا من نكبتنا من غفلتنا من رقدتنا من سقطتنا أي أن كان نحتاج إلى روافع والدعاء من هذه الروافع الاستعانة بالله من هذه الروافع الوحدة وحدتنا من هذه الروافع تعميق التوحيد في القلب أعظم هذه الروافع معاني عرفات والله لا تنتهي ما رؤي الشيطان في يوم أغيض منه ولا أحقر منه ولا أخزى منه أبد في يوم من الأيام مثل ما هو قميء ضئيل حسير كسير في يوم عرفة ليه؟ واجتهد على الناس طول السنة حتى يضلهم يشغلهم يلهيهم ينسيهم يجعلهم يتكاثرون ألاكم التكاثر يتكاثرون أي في الأموال والتجارات والمناصب وغيره في يوم واحد ينهدم جهد لسنة فبيأكل صوابع ندم على الجهد الضائع يا لجهدي الضائع مت بغيضك أيها الشيطان مت بغيضك من الرحمن على هؤلاء من بالموقف بالمغفرة وعلى الأمة جميعا إذا كانت معهم بالقلب والشعور إن شاء الله بالمغفرة وهذا يغيض الشيطان لأنه جهده طيلة سنة ذهب بيوم واحد هباء منثورها الجائزة بانتهاء اليوم جائزة عظيمة بانتظار الحجيج جائزة عظيمة بانتظار من صام يوم عرف هذه الجائزة أن يقال له قد غفرت لكم يا السلام وهل جائزة أعظم من هذه الجائزة أن يفتح لك سجل جديد وأن يمحى عنك كل المخالفات يعني بروح رخص بتاع السيارة قال له عليك مئة دينار مخالفات يصعق المشكين مئة دينار سهلة أمام أن يقال لك سجل ذنوبك حمول تترك هذه يمسحها لك بإذن المولى الكريم الكبير العظيم الغني الودود القريب سبحانه يمسحها لك صوم يوم عرفة مش معنى كلامي أنت استكفر من الذنوب معاذ الله يعني المسلم مش انتهازي يا أبويا لكن إن سقطنا في معصية في صغيرة في لمم في كلمة في عين امتدت ولا أذن سم ولا إيه بإذن الله صوم عرفة يمسحها كل هذه الأذنوب والصغائر مهما بلغت إن شاء الله يمسحها صوم يوم عرفة أو الواقفون بعرفة يرجعون بذنب مغفور وصفحة جديدة فتحة بيضاء ناصعة فاحرص على صفحتك البيضاء الجديدة إذن هذا أعظم مؤتمر في الأرض مؤتمر المسلمين مؤتمر ينبغي أن تطرح فيه قضايا المسلمين ابن بورما المسلم يتكلم عن مأساة المسلمين في بورما ابن العراق يتكلم عن ويوعي المسلمين ما الذي يجري في العراق ما الذي يجري في سوريا ما الذي يجري في بنغلاديش ما الذي يجري المسلمين في الغرب إخوانا أنتم بفرنسا أنتم بألمانيا أنتم ببريطانيا كيف مساجدكم كيف المتطرفين كيف النازيين الجدد معاكم كيف اليمينيين الأوروبيين كيف تحيون كيف إخوانا بفلسطين معاناةكم الأخصى ما أخباروه ما شؤونه إن لم يكن الحج في هذا المعنى وهذا البعد ليه نحرم أن نتكلم في قضايا المسلمين ليه قلمون فتحنا الباب حيدش علينا اللي يسوأ واللي ما يسوأ مش عاوزين نتوسع في هذه النقطة حتى لا نكدر الحلقة إذن هذا أعظم مؤتمر ربما تقول لي بعض مؤتمرات ممكن يجتمع فيها مثل هذا العدد لكن هذا العدد جاي له مدعو على حساب دول بالعكس هذا مدخر ربما تحويشة عمر حتى يكتب له الحج يعني في إندونيسيا بيبدأ يدخر منذ مراحل الشباب حتى يتاح له أن يحج أي أن كان بعد الأربعين بعد الخمسين فهو عم يدخر من عشرين سنة ربما لمثل هذا اليوم تعظيما للحج وتعظيما لوقفة عرفة مثل ما أسلفنا ولو فتح المجال والله لحج عشرين مليون عشرين مليون إذن هو أعظم مؤتمر مؤتمرات العالم يستجدون حضور الناس بالدوافع العصبية والدوافع العنصرية والدوافع المادية وغيرها من من الدوافع المتعة والشهوات والملذات لا أنت هنا رايح تتجرد من الدنيا وراح تدفع تكاليف ومشقة بدنية ووالله لو فتح المجال لست مع عشرون مليون لكن ما بيسمح ونحن طبعا يعني مش معنى الفتح المطلق لأنه من يسيطر على عشرين مليون والعشر مليون لا المكان ولا الخدمات تستوعب مثل هذه الأعداد لكن أقول دلالة ومولانا حرك هذه الملايين بكلمة قالها لإبراهيم أن يقولها وأذن في الناس بالحج يأتوك لا السلام يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق كلمة دعاها إبراهيم ما كان في حد ما كان في أحد انت أذن ما عليك أنا سأبلغ دعوتك إلى الناس وإلى القرون والأجيال الجاية والأمم انت ما عليك ادعو ولو في الفراغ أيها الناس ما في ناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا ما في أحد لكن مولانا بلغت دعوة وجاء الناس من كل فج عميق ومثل ما قلت لو فتح المجال لجاء الناس أفواجا سبحانك إذن هذا الإله العظيم بكلمة يحرك عشرات الملايين لا سلطة جابتهم لا شرطة لا دولة لا إغراءات إطلاقا بالعكس فيك وابع وموانع فيزا وتريد لكن أرسو منافقات ومع هذا الناس داشة لو مثل ما قلت سمح وفتح لجاءوك أضعاف من جاءوا إذن يوم عرفة يوم عظيم مثل ما قلنا حتى أن النبي عليه أزكى الصلوات اختزل الحج كل في كلمة الحج عرفة يا السلام شف جوامع الكلمة كلمتين وكلمتين وحروفهم معدودة يمكن ثمن حروف ولا كان بس يعني الحج عرفة يا السلام الوجازة الجمع المعاني الضخمة العظيمة التلخيص الشديد الحج عرفة من وقف بعرفة يعني تقريبا حصل الحج ما بقي عليه إلا يعني أشياء بسيطة فممكن أي شيء يجبر إلا عرفة عرفة لا تجبر ممكن يتأخر الطواف الإفاضة مش مشكلة لكن عرفات محدود ما بين إلى الغروب يعني ما قبل الظهر أو ما بعد زي بعضه بعد الظهر ما في مشكلة إلى الغروب خلاص ما وقفت انتهى راح الحج ليس لك حج باقي الأمور ممكن أن أن تجبر ما عدا وقفة عرفة أحب أنا إخواننا أرجو أن أكون قد ذكرت نفحة من نفحات عرفات ولمحة من لمحات الموقف العظيم في عرفات كيف يجتمع الناس في هذا السهل من كل لون من كل عرق من كل الأجناس من كل اللغات من كل الألوان على صعيد واحد رمز لأهمية الوحدة ودرس للمسلمين أن يتعلموا الوحدة أن يتعلموا التعايش أن يتعلموا اللقاء أن يتعلموا تجاوز الخلافات وتجاوز الصغائر وينشغلوا بالأمور الكبيرة بقي أن نقول في عرفة خطبة عرفة خطبة عرفة مهمة جدا لكن هل هي في الواقع بهذه الأهمية ينبغي خطبة عرفة العالم كله ينتظرها ماذا سيقال للمسلمين تعليمات للسنة الجاية ماذا كيف ستلخص وتعرض قضايا المسلمين كيف سيعبأ المسلمون بالانتماء والولاء لأمتهم لدينهم لقضاياهم لكن للأسف خطبة تقليدية برضو مش عاوزين نكدر الخواطر خلينا ماشي إذن شرعة الخطبة من أجل أن تكون شحنا تعبئة شحذا للعزائم توعية استثارة للهمم تقوية للعزمات والمعنويات من أجل هذا شرعة خطبة عرفة لا لتكون تقليدية شكلية مجرد يعني طقس يؤدى وشكل يقام به وواجب يسقط عن الناس واخلصنا لا الخطبة تعبئة الخطبة توعية الخطبة فكر الخطبة رؤى واستشراف الخطبة أمل لكن أسأل الله تعالى أن يصلح الحال هذه مثل ما قلت كلمات عاجزة ضعيفة لا تفي الموضوع عشر معشار حقه لكن هذه بضاعتنا مسجات عرضناها بين أيديكم بعد الفاصل نتكلم في الموضوع الثاني أو في النقطة الثانية الحج وحكمه فانتظرونا بعد فاصل يسير قصير نواصل بعده المسير لا تذهبوا لا تذهبوا اخواننا اعزائنا مشاهدين اخواتنا حياكم الله عدنا اليكم بعد الفاصل القصير اليسير نواصل المسير نتكلم عن الحج وحكمه هذا الدين حكيم من اله حكيم نزل في ليلة فيها يفرق كل امر حكيم بكتاب حكيم على رسول حكيم لينشئ امة ذات حكمة تمارس الحكم مع استحضار حكمه لكن هذا المطلوب والمنشود غير الموجود لانه الموجود طلع الحج من غير تدريب من غير توجيه من غير توعية من غير تدريس من غير تفهيم من غير شرح من غير تفصيل للحكم يا حجي مطلوب منك ان تحصل من المعاني والقيم والدروس كيت وكيت وكيت حكم الحج نحاول ان نرتقي بمستوى الاداء مش انه يعني بعض الناس امه انا ان ترى البيت وتعظم هذا البيت وتعبد وتعظم رب البيت الذي امرك بالطواف حول هذا البيت فطفت منسجبا مع حركة الكون من الذرة الى المجرة تسير بنفس الاتجاه سبحانك يا السلام هذا الطواف البيت عن يسارك وانت تدور بهذا الاتجاه الالكترونات تدور حول النواة الذرة بهذا الاتجاه المجرات كلها تسير بهذا الاتجاه اذا انت منسجم مع الكون بعد من سجمت مع امر الله عز وجل وطفت فالحجيج موج منسجم ماشي باتجاه الكون اذا الكون كله اصبح محراب عبادة تسبيع وتحميد ودعاء وتهليل سبحانك الحج حكم عظيمة ينبغي ان تستحضر وتوعية في موضوعات الصحة وموضوعات المعيشة موضوعات التنقل موضوعات النظافة كله يحتاج الى توعية يعني لما جاء الحجيج ذات سنة معاكسين في موضوع الرجم وحصل الاختناق والموت كله من قلة التوعية وبعض المفتين لا ترجم يا شيخ لا بعد الزوال تكدس الناس الى ان اختنقوا وتساقط البعض عن الجسور قصة يا اخواننا الى متى يعني نعي ان هذا الدين يسر مو الشطارة للتشنج بالفتاوى والتشدد ولغاية الان يفتن الناس لا ترجموا الا بعد الزوال لغاية الان طيب الناس اصبحت الان ملايين فاحرى ان يكون التسير اقصد ان اقول هذا القول اذا ان ترى عظمة امتك يعني الكازخستاني القرغزستاني الباكستاني الافغانستاني ايا كان المسلم من اي قطر يظن ان المسلمين هم هذه المجموعة من الناس الان انت في الحج ترى كل لون وآت من كل فج اذا امتك عظيمة وهذا اللي جاي فقط مندوبين يعني عينة من امتك اذا يتسع فكرك بعد ما كنت منحصر تظن ان المسلمين هم هذه المجموعة الان صرت ترى امتك فيها من كل القوميات في العالم ما في قومية بفضل الله الا وفي الاسلام حظ ونصيب وقسمة من هذه الامة من هذا القوم من هذا الشعب من هذه الدولة من هذا البلد في اوروبا في استراليا في افريقيا امريكا الشمالية امريكا الجنوبية اسيا ما في مقعة في الارض ليس فيها ومنها مسلمون بفضل الله اذا ان ترى عظمة امتك ان ترتحل في الارض وأن تضرب في الأرض يعني بعض العواجيز ما تحركش من قريةه ربما ما شاف الناس ما شاف الأرض ما شاف الطبيعة ما شاف الكون فمطلوب منك أن ترتحل وتضرب في الأرض لترى قل سيروا في الأرض تمشي شوف العالم يعني خرج يمكن ابن داغستان ربما لأول مرة يخرج من جبال بلده وتترستان يمكن محصور في بلاده ما خرج منها مطلوب منك الحج فابن داغستان بيجي ببساطة هل كان ما بتحتمل لكن بيأتي فيها رحلة شهر أحيانا ببساطة خرد تقريبا ما أجمل هذا الدين أتى بالناس بهذه الوسائل البدائية وتحملت والله أذكر حجينا ذات سنة بموسم حج في برد شديد وبس يعني سرب علينا الماء والهواء من كل فج والمقاعد ضيقة ولكن تحتسب أن هذا الذي تعاني وتلاقي كله في سبيل الله عز وجل درس في التضحية كيف لا وكل الحج استذكار واستحضار لإبراهيم وأسرة إبراهيم وتضحيت إبراهيم عليه الصلوات والتسليم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت إذن وين ما درت هنا رجم إبراهيم نرجم هنا ضحى إبراهيم مضح إيه مزديفة هنا هنا الطواف بين الصفا والمروة مرات إبراهيم يعني برضو مربوطة في إبراهيم عشان ابن إبراهيم فأنت وين ما درت أنت متتبع لهذا العظيم عليه الصلاوات والتسليم التضحية هنا قيل له اذبح ولدك وفد الله تعالى هذا الولد بذبح عظيم إذن من أعظم دروس الحج درس التضحية ويا أحبة الأمم لا تبنى إلا بتضحية الأوطان لا تحرر إلا بالتضحية نسترجع أقصانا كيف بالله لو قعدنا على طاورة المفاوضات من هنا إلى قيام الساعة بنرجع الأقصى كل يوم اليهود عم بيخطو خطوة نحو تهويد الأقصى يا أمة اجتمعت ملايينها في الحج ماذا صنعنا للأقصى هل تذاكرنا في الأقصى هل استحضرنا هم الأقصى وهو توأم المسجد الحرام في رحلة الإسراء أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولنسينا الأقصى خلاص ونزعم أن نهتم بالمسجد من كان يهتم بالمسجد الحرام ينبغي أن يهتم بالمسجد وللمسجد الأقصى قطعا يقينا ومسجد إبراهيم الذي بنى البيت في خليل الرحمن مدينته هود المسجد والأمة تزعم أنه ما عندهاش خبر ما عندهاش علم ما تدريش لا أنتم تستخفون بمن أمة 1500 مليون ما قادر توقف هؤلاء عند حدهم الأقصى في خطر مسجد إبراهيم الذي بنى البيت في مدينة خليل الرحمن صادروا خلاص ومنعت فيه الصلاة باستثناء بعض الصلوات يعني بقيلنا أقل من 5% والأقصى ينتظره الخطر نفسه لا تقولوا ما حد قال لنا قلنا لكم منذ ثمانين سنة لما ملك هذه البلاد التي فيها الحج زار فلسطين فقلوا الشاعر الفلسطيني المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه لا تقولوا ما حد قال لنا قال لزعيمكم قبل ثمانين سنة الأقصى في خطر ماذا صنعنا للأقصى المهم الحج وحكمه إذن أحبتنا الكرام من يجمع هؤلاء الناس جمعتهم الكلمة الله جمعهم سبحانه بلا أي وسائل مادية كلمة فقط وأذن في الناس بالحج جاءت الناس والله اللي عاوز يعمل حجد ولا غيره بيدفعوا رجالهم كل واحد مويا ومات خمسين ولا كان بيدونه عشان يحضر الجلسة ولا يحضر مش عارفين لكن الحج هو بيدفع من وقته من دمه من جهده من بدنه عشان يصل إلى هذه الأماكن العظيمة المقدسة قلنا أن هذا الحج العظيم كله حكم من بينها ما قاله الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم منافع تجارية تجارية يعني لماذا النص مطلق منافع سياسية أن نري العالم أننا أمة واحدة نري العالم قوتنا نري العالم تنوعنا نري العالم قدرتنا على التعايش نري العالم تحضرنا نري العالم عبودية من الله عز وجل اعتزازنا بإسلامنا نري العالم معاني كثيرة وقيم عديدة إذن الحج مثل ما قلنا أكبر مؤتمر الحج ليشهد الناس المنافع يعني أبناء داغستان على سبيل المثال عندنا هنا في الأردن بيقعدوا أحيانا بشهرين وثلاثة من قبل الحج وبعد الحج يبيعون أشياءهم تحفهم ما أحضروه من بلادهم من أدوات ومن أشياء ومن مأكولات وغيره يعني فهي فرصة للتبادل النص مفتوح ليشهدوا منافع عليهم منافع معنوية ومنافع مادية منافع دنيوية ومنافع أخروية منافع سياسية ومنافع اجتماعية ومنافع اقتصادية ومنافع من كله وأعظم منفع أن تدخل الجنة طبعا ببركة وثمرة وأجر هذا الحج العظيم إخواني الكرام من حكم الحج أن نذكر فضل الله علينا بما أنعم علينا وسخر لنا من بهيمة الأنعام يا سلام طبعا طبعا يعني نصف غذاء العالم الآن من الأنعام أنت مش مستحضر من تقلبنا في النعم ننساها ننساها نستحضرها فالحج فالحج فرصة أن تستحضر ولنشكر الله عز وجل على هذه النعم يعني موضوع الألبان والأجبان واللحوم وممكن الأجبان على الأقل في ألف نوع ألف نوع من الأجبان بيضاء وصفراء وأشكال وألوان ألف نوع أنواع من السمن أنواع من الحليب المبستر وطويل المشعرف إيه ولا إيه سبحانك أنواع من الزبدة أنواع من القشط أنواع من كل هذا يتغذى به الناس وأنواع اللحوم معلبة ومش معلبة ومقددة ومشرحة ومجففة أوهو يعني يدخل فيه كثير من أطعمة الناس نصف العالم يتغذى وأكثر على هذه الأنعام إذن نعمة عظيمة هذه الأنعام جاء الحج لنستحضرها ليه لأنه أولا هي حملتك إلى الحج أيام أول كان يأتوا من المغرب ومن السودان إلى الكعبة على هذه الدواب إذن تشكر الله على ما رزق من بهيمة الأنعام ويسوقون الهدي معهم جمال مسوقة بيلبسوها القلائد عشان يعرف أنه هدي فلا يقربها أحد لا رصوص ولا قطات احتراما للبيت والهدي الذي جاء به ليهدى إلى البيت إذن معاني عظيمة مثل ما قلنا أقف عند معنى أن الله عز وجل جعل الحج سورة باسم سورة الحج يا سلام وهي سورة متفردة كيف أولا هي مكي مدني لو قلنا مكية صح لو قلنا مدنية صح كيف يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم تقوم يعني تقوم يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلجلة الساعة شيء عظيم لا إله إلا الله هذه مكية لكن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير مدنية فالسورة تجمع ما بين المكي والمدني واحد هذا نسق وتكاد تكون الآيات يعني مناصفة تقريبا هذا نسق عجيب هذا واحد اثنين فيما يعني رأيت ودرست أن سورة الحج أكثر سورة فيها تنوع في حروف الفواصل إذا سعفني الذاكرة يمكن 12-13 حرف من حروف اللغة العربية فواصل لسورة الحج يعني حيانا النون واضح طبعا واللام واضح والراء واضح والباء والدال والضاء وبقول لك حوالي 12-13 حرف فواصل السورة طبو ايه يعني انا اعتقد تنوع فواصل السورة كأنما ترمز الى تنوع الالوان والثقافات والاجناس والاقوام واللغات في صعيد الحج ان في عرفة وان في منى وان في مزدلفة كما تنوعت الوان الحجيج تنوعت فواصل سورة الحج فسبحان من هذا كلامه وهذه احكامه يعني السلام اذا سورة الحج تعظيما لشأن الحج جعل الله تعالى باسمه سورة مثل ما قلنا من معاني الحج ايضا التجرد من الدنيا والتجرد من الازياء والتفاخر والتميز بزيك باناقتك بلباسك بالثياب الفاخرة وبدلات مكلفة ولا ايه كل هذا مفيش ولا ورد هنا ولا ولا محرم طالع من هنا ولا مفيش شرشف بسيط جدا الامير والاجير نفس الشراشف يا مش واحد بتحزن بالحرير لا حتى لو كان حرير ما هو يعني يالله ساترك بالكاد فهذا رمز للتجرد من الدنيا وترك وراءك التجارة والمال والمصلحة والارتباطات والوجاهة والجاه كله تركته وراك لان تقعدها الأرض عرقان تعبان ممنوع تحط طيب ممنوع تقص أظافرك منوع تحلق شعرك فاللي دقنه طلعت واللي أظافره طول لي شعره طب وليه عشان يورجيك انه لما كنت منعم تستحضر الآن ما كنت فيه لن تعرف ما كنت فيه إلا إذا عانيت نقيضه وعشت ضده عشان تشوف انت كنت فين وصرت الآن فين الله لا يحب المشقة لكن مولانا يلفت نظرك بس بيومين ثلاثة واللي الإحرام كم يوم يعني بيومين ثلاثة علمك درس قال لك خلي بالك خلي بالك انه كنت تتقلب في نعم لن تستحضرها إلا إذا عانيت فقدها الآن الثياب أول ما تلبس ملابسك الله نكون فين وصرنا فين يعني بالكاد تستطيع أن تتحرك مطلوب منك حركة ضخمة سعي بين الصفة والمروة والطوافح كل مطلوب منك وانت بهذه الملابس مش كثير بتساعد على فما بتصدق وانت تخلص من المناسك علشان تعود إلى الثياب عشان تحمد ربك على نعمة الثياب ونعمة النظافة ونعمة قص الألثار ونعمة التهذيب وغيره كل هذا من أجل أن تلمس فضل الله عليك بما أنعم عليك تركت ورائك الأهل والولد ربما ما فارقتهم من قبل الآن بك فارقهم أسبوع أسبوعين ولا ولا كام لأول مرة ربما ويمكن بعض الناس لآخر مرة إن هي في ناس ما بسافرش ولا بتحركش فهذا المعنى أيضا عظيم أني أترك ما ورائه من مال وأهل وولد ودكان ومزارع وسيارات ومصالح وغيره كله أسيب ورائه وألبي نداء ربي التجرد التضحية إثار الآخرة على الدنيا التجارة مع الله عز وجل صفقة رابعة مضمونة تماما فهي أيها المتجر مع الله ثق أنك الرابع إن شاء الله تأكيد العبودية والتقرب من الله العبادات كلها لها ملحظ ومقصد القرب من الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الصيام واسجد واقترب والصلوات الزكوات قربات عند الله إذن كل عبادة مقصود منها أن تكون قربة إلى الله وزلفة إلى الله والحج من أعظم القرب التي تفرج الكرب إن شاء الله تعالى من أعظم القربات إلى الله رب السماوات إذن الحج رحلة إلى الله الحج رحلة إلى الجنة الحج رحلة إلى الدين إلى المنابع الأولى للدين رحلة في التاريخ تستحضر هنا وقف إبراهيم هنا كان يصلي هنا سعت امرأته هنا تستحضر ويرتبط الماضي بالحاضر هل مش ماضويين عن رأي بعض العلمانيين لا لكن أمة تنبت عن ماضيها بعض المتفلسفين أمة بلا جذور أمة بلا جذور يعني شجرة يعني معرضة للموت اجتثت من من فوق الأرض ما لها من قرار الماضي الماضي أبو الحاضر والحاضر ابن الماضي والمستقبل ابن الحاضر فما بتنبت الأزمن عن بعضها ماضويين يا سيد احنا مش ماضويين احنا من فضل الله نستشرف المستقبل وكل سعينا أن يكون مستقبل أمتنا أرغد وأفضل وأحسن فلا تفلسفوا علينا يعني نتطلع إلى الماضي نستمد منه مش لا نعيش فيه نعيش في الواقع من فضل الله نظرنا إلى الماضي نستلهم منه الدروس والعبر والحياة كده يعني الناس في أمريكا يستحضرون لانكل واشنطن ولا ما بيستحضروش شمعهم حرم علينا لنستحضر الفاروق أنتوا ماضويين عايشين في الماضي يعني روحهم نحن نستحضر ابراهيم لأنه ربنا قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة نتعلم درس التضحية نتعلم درس الفداء نتعلم درس التقديم لهذا الدين والجود بالغالي وبالنفيس أيها الكرام هذه مثل ما قلت بعض النفثات بعض النفحات بعض المعاني ما أحاطت لا والله ولا واحد على مئة من معاني الحج ومن معاني عرفة تبقى المعاني مفتوحة وعندكم مما قلت وأزيد بكثير من فضل الله تعالى فأسأل الله تعالى للحجيج السلامة والقبول والتوفيق وجمع الشمل وأن يرجعوا من هذه الرحلة بروح جديدة ونفس جديدة وصفحة بيضاء نقية قد قيل لهم غفر لكم وأن يكونوا رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم وأن نكون نحن المشاركون لهم بأرواحنا وعقولنا وقلوبنا ونفوسنا ووجداناتنا أن نكون شركاء لهم في الأجر وشركاء لهم في المغفرة إن شاء الله تعالى أسألوا تعالى أن يوحد هذه الأمة وأن يلوم شعثها وشملها وجمعها وشتيتها وأن يرفع رياتها وأن يحقق غايتها يا أحبتنا التضحية لو لخصنا الحج بكلمة أقول التضحية الحج تضحية بمعنى الكلمة تحمل تضحية النفقة تضحية التعب والسهر والسفر والشعث تضحية لا شك إذن أعظم دروس الحج أن تستحضر التضحية التي قدمها هذا العظيم إبراهيم ونعمق واذكر في الكتاب إبراهيم نظل على تذكر لهؤلاء هؤلاء العظماء لنتأسى مش عشان نرجع للوراء عشان نتقدم إلى الأمام على هدي أسلافنا العظام لا لأن نرجع نحن إليهم إلى الوراء هم لا يقبلون ونحن لا نقبل والله لا يقبل ما فيش رجوع للوراء أصلا هذه كلها يعني شعرات هالكة مستهلكة تريد أن تستهلكنا وتهلكنا فدعك منها دعك منها فلسفة وعلك كلام ومضغ حكي و مش عاوزين ننكد على أنفسنا في ختام الحلقة طيب نبقى مع المعاني المتألقة إن شاء الله تعالى هذا الحج وهذه بعض حكمه أسأل الله تعالى لما الحج أن يمد أبصارهم إلى توأم المسجد الحرام الذي يعاني الآن ما يعانيه والمجرمون يخططون للاستحواذ عليه أو تقسيمه زمنيا أو مكانيا والأمران مصيبة المصائب والأمة لا تبدي حراكا والساسة مشغولون بما هو أهم من الأغصى لا إله إلا الله أحبتنا أين المعاني التي كان الحج يعلمها للأمة وللناس ينبغي أن نستحضرها أعزائنا سامحوني إن قصرت كثيرا في أن أعرض جمال هذا الركن العظيم من أركان الإسلام العظيم التي بني عليها هذا الدين العظيم أسأل الله تعالى أن يعظم شأن أمتنا وأن يعظم أجورنا عنده ونجعله وياكم من اعتقاء النار ومن من أحباب الرحمن ممن هم في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اللهم آمين حياكم الله إخواني كل عام وأنتم بخير وأمتنا بخير وديننا بخير وأوطاننا بخير وشعوبنا قد التأم جرحها وتوحدت خاصة بلدان الربيع التي يراد لها أن تتحول إلى خرائب حتى يقال من فكر بالتغيير هذا هو المصير لا هذا الطريق التغيير صحيح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والحج رحلة تغيير لأن السكون الذي كنت فيه نريد أن نغيره والأمة الآن لابد أن تغير واقعها حتى يغير الله ما بها من ذل وانكسار وانهزام إلى نصر ووحدة وقوة وعزة إن شاء الله تعالى أحبابنا إلى الملتقى بكم أستودعكم الله كل عام وأمتنا وأنتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة